وَلَئِنْ فَارَقْنَا جَسَدَهُ الْكَرِيمِ وَمَظْهَرُهُ فِي ذَاتِهِ الطِّينِيَّةِ الْإِنْسَنِيَةِ الْأَدَمِيَّةِ فَلَا وَاللَّهُ مَا فَارَقَ الصَّادَقِينَ مِنْ أُمَّةِ رُوحَهُ الْكَرِيمِ وَلَا مَعَانِ الصِّلَةِ الْقَلْبِيِّةِ الْرُوحِيَّ بِهِ وَبِشِرِعَتِهِ وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَسُنَّتِهِ وَمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَكَثِيرٌ مِنْ بِيُوتِ الْأُمَّةِ فِيهَا سُنَنُهُ وَفِيهَا مَنْهَجُهُ وَفِيهَا مَحَبَّتُهُ فَفِيهَا نُورُهُ وَفِيهَا قُوَّةُ الصِّلَةِ بِهِ وَهُوَ خَيْرُ مَا يُتُعْمَرْ بِهِ الْبِيُوتِ وَلَكِنَّ كَثْرَةً كَاثِرًا مِنْ بِيُوتِ أُمَّةِ فَتَّعَطَّلَتْ فِيهَا سُنَنُهُ وَفُقِدَتْ فِيهَا أَخْلَاقُهُ وَسِيرَتْهُ وَخَفَتَتْ فِيهَا عَلَيْهِمْ أَنْوَارُهُ في جدرانها أو في حيطانها أو بآنيتها أو بألوانها أو بالأجهزة فيها والله ما عند بيوت الولايكة صادقين ولو كانت بيوتاً صغيرة أو قصيرة أو حقيرة خيراً مما في تلك البيوت فوالله لما تنقلبون به خيراً مما ينقلبون به فانظر أفي بيتك سنة؟ أفي بيتك هديو؟ أفي بيتك نورو؟ أفي بيتك سر الصلابه؟ أفي بيتك علائق القلوب بالجناب الأشرف؟ هذا خير ما تعمرون به بيوتكم تعمرون به منازلكم اللهم ارزقنا حسن متابعته